خبر تاني بقى برة يعني نطلع على ألمانيا شوية طبعا توقع أين هيرجفز ده أسطورة باير ميونيك أن يكون نيمار نجم باريس سان جيرمان هو اللاعب أكثر موهبة في نهاية دورة أبطال أوروبا أعتقد دلوقتي النتيجة 1-0 لصالح البايرن أمام باريس سان جيرمان وقال أن نيمار سيكون اللاعب الأكثر موهبة على أرض الملعب لا يستطيع الكثيرون الاقتراب من نيمار لا يوجد سوى ميسي ورونالدو وأضاف أنظر إلى ليبربول ليس من قبيل المصادفة فوز ليبربول ببطولة أبطال أوروبا والبريمان ليج لم نرى محمد صلاح كآلة أثناء تطبيق الضغط على روما ده طبعا الفضل في ذلك طبعا بيعود للمدرب يعني كلوب وقال أعتقد أن نيمار أصبح مثل صلاح حيث رأيته أكثر مرة بيضغط بالفعل ويعود ده إلى طبعا المدربه طخل زي ما بقول لكم يعني هو الراجل بيقول أن ما كانش متعود يشوف صلاح هو بيقول أن نيمار كان عنده مشكلة شوية بيقول أنه ما كانش بيدافع بشكل كويس لما كان موجود في برشلونة لكن شايف النهاردة على المستوى الموهبة أن نيمار أبرز اللعيب الموجود على أرض الملعب وأنه كمان عنده نتخل الدالو ده المدرب الألماني لباريس سان جرمان الدالو جزء مهم جدا أنه هو بيرجع بيساعد في العملية الدفاعية وبكده يبقى عنده كمان جزئية أنه بيدافع كويس وزي ما قال هو محمد صلاح كمان ما كانش بيقوم بالدور دو في روما طبعا يورجن كلوب المدرب لباربول أدى يعني لتطور أداء صلاح حتى على المستوى الدفاع وده ده الدور اللي بيقوم بالمدرب أنه كمان النواقص للعيبة حتى اللعيبة كبيرة بنتكلم على صلاح نيمار بنتكلم على ميسي رونالدو هو ده بيبقى دوره دوره أنه كمان يشوف النواقص ويبدأ يزود دوت وده اللي حصل يمكن مع نيمار أنه الأداء الدفاعي بدأ يظهر بشكل أفضل وده شفناه مع فيلر مع رمضان الصبحي لما كان مجمد في هيدرسفيلد فيعني دايما المدرب زي ما كابتن هاني قال كده بيبقى ليه دور ودور مهم وملحوظ في يعني الاهتمام أو تطوير أداء اللاعب ده حي ده حي بشكل كبير لوز فيجو يا جماعة نجم ريال مدريد وبرشلونا السابق استبعد احتمالية رحيل الأرجنتيني ليون الماسي خلال فترة الصيف الحالي فيجو قال في تصرحات النهاردة للصحافة هذا العام سيكون من المستحيل على أي نادن أن يدفع قيمة فسخ عقد ماسي مع برشلونا كما أرى أنه من الصعب جدا على أي فريق أن يكون قادرا على دفع راتب ماسي ماسي علشان يمشي في التوقيت الحالي لازم يدفع لبرشلونا 700 مليون يورو يا جماعة عن إمكانية رحيل ماسي ريال مادريد بالشرط الجزائي فيجو قال أنه أرى أنه من المستحيل تكرار نفس الشي الذي حدث معي منذ عشرين عاما فيعني هو طبعا يمشي يروح فين لا كمان على مستوى ذا بيتكلم على مستوى البجيت وعلى مستوى راتب ميسي وعلى مستوى الشرط الجزائي بيتكلمه ب700 مليون يورو ده يعني ما فيش نادي يقدر حاليا يدفع المبلغ ده بجانب كمان راتب اللي بيستحقه أو بياخده ميسي ببرشلونة فبيقول طبعا من المستحيل أن ميسي هيبعد عن يعني ببرشلونة الفترة اللي جاية ويمكن هنشوف كان زي ما قلنا في أخبارنا أنا كان فيه اجتماعات وفيه الإدارة بتعمل فرقة جديدة رونالد كومان بيعمل فرقة جديدة ويدخل فإن شاء الله كل دوت كواليس المحب الببرشلونة إن شاء الله هنشوفها طبعا موناكو قالب تأخره بهدفين إلى التعادل الاثنين اثنين مع ديفو ورانس في أول مباراة ياخدها فريق الإمارة الجنوبية المستقلة تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش ده مدرب كرواتي كان بيدرب البايرن في دورة درجة الأولى طبعا الفرنسي اللي كرة القدم يوم الحد طبعا إحنا عارفين توقفت مباراة الدورة الفرنسي طول الخمس شهور بسبب طبعا انتشار فيروس كورونا المستجد تم الغاء الموسم الماضي بناء على طبعا تقارير طبية قالت أن لا يستطيعوا استكمال الدورة الفرنسي وبالتالي كان الغاء الدوري الفرنسي العام الماضي ميهاولوفيتش أصيب بكورونا للأسف أسطورة انتر ولاتسيو والمدرب السابق لميلن اتصاب النهاردة بفيروس كورونا وقال نادي بولونيا في بيان له أنه وضع اللاعب خطير للغاية بسبب أنه أصيب قبل كده بالسرطان في الدم في السنة اللي فاتت يمكن في يوليو اللاعيب الكبير يعني يمكن خضع للعلاج الكيميائي والزرع نخاع تعافى منه تماما الحمد لله من مرض السرطان لكن الخطورة دلوقتي في أنه منعته ضعيفة جدا فإصابته كانت من وقت يمكن قريب السنة اللي فاتت مش بعيد فالنهاردة بيصاب بفيروس كورونا البيان أكد أو ذكر أنه لا تظهر عليه أي أعراض كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين نتمنى له الشفاء إن شاء الله نروح تاني لألمانيا يمكن كرمت ولاية شمال الراين بطل كاس العالم لقرة القدم الألماني ماريو جودسا ماريو جودسا طبعا من لعيبة اللي فازه في كاس العالم مع ألمانيا اللي طبعا ما بلعبش في نادي لغاية دلوقتي هو عمره 28 سنة لكن بيعمل أعمال خيرية كتيرة جدا جدا نحن عارفين أن حصل اللاعب على وسام الاستحقاق من الولاية في حفل أقيم في كله اليوم يوم الحد وقال رئيس الوزراء أو رئيس وزراء ولاية شمال الراين أرمين لايشت في كلمته لفت جودسا لانتباه لفترة طويلة للوضع الصعب اللي يعيشوا الأطفال حول العالم حفز الآخرين على المشارقة بأنفسهم أو بالتبرع بالأموال يشارك طبعا ماريو جودسا في العديد من المشاريع الخيرية إنشاء المدارس وبيدعم برامج قرية القدم حتى للبنات والسيدات في البرازيل وبيهتم برعاية الأطفال في السنغال وكمبوديا وفيتنام فدور إيجابي جدا بيقدمه ماريو جودسا من اللعيب المميزة كان طبعا لعيب مميز جدا دلوقتي مش موجود في نادي لكن بيقوم بدور اجتماعي كبير جدا جدا المشاريع الخيرية الاهتمام بالأطفال حول العالم بس مش في ألمانيا حول العالم في البرازيل الاهتمام بالكورة النسائية فالنهاردة بيتكرم من الولاية ودبعا ده دور إيجابي مهم جدا بيقوم بلعيبة الكورة على السوشيال ده السوشيال وورك يعني الخدمة الاجتماعية ده مهمة جدا دور ده أنا بشوفه مهم جدا ولا يقل أهمية عن ظروف الملعب وده اللي احنا المفروض برضو حقيقة لازم نشوفه بشكل كبير على مستوى لعبتنا يمكن اللي بيعمل ده صلاح وبيعمل ده سادي وماني فكرة تصريح اللي بتاع سادي وماني لما سألوا انت ما عندكش قسطولة عربيات قالوا أنا كاش عندي تمن الحزاء اللي بلعب به صحيح آه فده يعني بيعملوه بعض اللعيبة بس أتمنى أشوفه يعني في مصر بشكل كبير إن شاء الله أكيد في ناس بتعمل كده في الدراء طبعا في ناس كتير بتحبش تعلن عن ده بس في لعيبة كتير جدا جدا بتقوم بأدوار بس عشان يكون قدوة بأدوار فأنا معاكي إنه لازم حتى يتسلط الدوق عليهم شوية حتى لو هو ما بيحبش لكن ده بيكون قدوة وكمان مثال دور لعيب الكرة وخلينا نتكلم بكل أمان الفترة اللي فاتت انتقادات كتيرة جدا جدا على المبالغ والعقود اللي بيأخذها لعيب الكرة فأعتقد إنه ممكن جدا جدا يعني الفترة اللي جاي نشوف لعيبة الكرة بتقوم بدور اجتماعي مهم جدا فيه أدوار كتيرة جدا في المجتمع فيه نواقص كتيرة جدا ممكن اللعيب الكرة يقوم بيها علشان كمان يدي نموذج نموذج ومثل للولاد اللي صغيرين اللي طالعين إنه كمان آه إنت يعني لعيب كرة ومشهور وبتاخد فلوس لكن كمان الدور الاجتماعي خدمة بلدك ده كمان شيء مهم جدا جدا بجانب كرة القدم والخبر اللي جاي ده مرتبط يمكن بالفكرة دي ومرتبط بفكرة الاجتهاد وبالكفاح بيورينا قد إيه إنه ممكن إنك لما تكتهد وكافح توصل لأبعد مدى مدام مكتهد ومتمسك بحلمك هتوصل الأسطورة الشاب كيليا نمبابي نجم بارس سانجورما الحقيقة كشف في الساعات اللي فاتت دي عن الحذاء اللي بيلعب به دلوقتي بيلعب دلوقتي به نهائي دوري أبطال أوروبا قدام بارين ميونخ الألماني إن بابي أعلن إنه هيرتدي حذاء وردي زال لحضراتكم شايفينه اللي هو ده اللي هيربسه الحذاء ده مستوحى من إصدار قديم يا جماعة صدر في 2008 وكان فرانك ريبرين نجم السابق لمنتخب فرنسا وبارين ميونخ وجناح فيورنتينا الحالي اتكلم إن بابي الحقيقة عن قصة هذا الحذاء واللي قرر ارتداؤه في نهائي الأبطال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قال إيه قال له في سنة 2008 كان والده والدته حوشه ربع ثمن الإصدار الأول من الحذاء ده اللي كان بيرتديه العظيم فرانك ريبرين وقال إنه إنه هو تعمد إنه هو يرتديه النهاردة في المسابقة دي بيرتدي منه طبعا النسخة الجديدة في عشرين عشرين في نهائي دوري أبطال أوروبا فقد إيه بص لما من 2008 إلى عشرين عشرين يعني لا يعني شيء مميز وزي ما بقولك لعبة الكورة ممكن جدا شيء كبير زي ما احنا عارفين بارشلونة خلاص اختار الهولندي رونالد كومان لقيادة بارشلونة الفترة اللي جاية وزي ما قلنا فيه يمكن فقرات أو حلقات قبل كده إن فيه اتفاقات كتير جدا وفيه اجتماعات كتير جدا وإن فيه سلسلة طبعا من الاخفاقات حصلت مش بس مباراة البيان لكن قبلية كمان بارشلونة ما كانش بيقوم بدور كويس كومان عنده مهمة تحرية طبعا هي انقاذ نادي طبعا القديم اللي كان بلعب فيه والعودة للأمجاد طب إحنا معانا تقرير مهم جدا نشوفه عن كومان ورجاله يعني بنتكلم على الماضي وبنتكلم إيه اللي هيحصل دلوقتي وكمان على المستقبل لكن نشوف تقرير مهم جدا بعد التقرير فاصل ونشوفكم مع طبعا ديوفنا الكرام الأستاذ عصام شلطوت والأستاذ محمد محمد القوسي لم يكن اختيار نادي بارشلونة للهولندي رونالد كومان محض صدفة فالجماهير الغاضبة في كتالونيا لم يكن يرضيها سوى وجود أحد النجوم التاريخيين أصحاب الشعبية في منصب المدير الفني خلفا لكيكي سيتين كومان الذي سجل هدف تتويج بارشلونة بأول بطولة أوروبية كبرى في تاريخ الفريق الكتالوني عاد اليوم من حيث بدأ فهو الذي بدأ مشواره في تدريب الأندية من داخل بارشلونة مساعدا لليويس فانغال في نهاية التسعينات ها هو يعود في مهمة لإنقاذ ناديه القديم ولكن من على كرسي الرجل الأول كومان اختار مواطنه الهولندي ألفريد شودر المدير الفني السابق لهوفنهايم الألماني ليصبح مساعده الأول بعد نقاشات عديدة دارب بينهما خلال الفترة الماضية كما كان اختياره للسويدي هيري كلارسون الذي زامله لاعبا في فينورد روتردام الهولندي عام 1996 ليؤكد رغبته في فرض سيطرته على مقاليد الأمور داخل قلعة الكامبنو فهل ينجح رونالد كومان ورجاله في انتشال برشلونة من كبوته والعودة إلى أمجاد الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة